بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا يا سيدة احنا لما بنجلس مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحس ان احنا بنغرق في انوار وشهد المحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من حنيته فتح لنا ابواب الانوار على مصرعية بنعيش في حنانه صلى الله عليه وسلم بنعيش في كرمه لما بيسمح لنا ان احنا نجلس معاه صلى الله عليه وسلم ونتعلم من انواره ومن ببركته بس الجليس النهار ده اللي احنا نتكلم عنه جليس شوية واحنا بنسمع حضرة النبي وبيقول لنا بيكلمنا عن الجلساء بيكلمنا على جليس بتفوح منه رحة المسك وهو جليس الحسن وجليس تاني نخاف منه لاحسن سيابنا تحترق فاحنا نتكلم من نهار ده عن جليس يخلي الإنسان يعيش بالراحة يحس ان هو مرتاح ويعيش في أمان يعيش بأمل ويعيش بنور وبركة ويعيش وهو مش حاسس بالضيء يعيش في البراح هو مفيش غيره للجليس ده الجليس ده يحسسنا بإن الحياة واسعة الجليس ده بيخلينا كل واحد فينا يدوق حلاوة جنة الحياة جنة الحياة الأولى اللي احنا بنعيشها دي قبل جنة الحياة الآخرة جليس النهار ده هو العيش بالدعاء انك ازاي تعيش بالدعاء الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء باب من أبواب دخول الجنة والوصال على حضرة مولانا سبحانه وتعالى الكريم الرحيم المتعال سبحانه وتعالى جعل الدعاء ده فيه أسرار عجيبة لكن كتير من الناس مش بيدوقوا النعيم ده النعيم العيش في الدعاء طب ليه لان فيه بعض الأحوال ودي أحوال مشهورة عند الناس بتحصل للناس كتيرة بتمنعهم من ان هما يعيشوا في جنة النعيم ده في النعيم جنة الحال الأولى أول حال ماهو ده مشهور جدا جدا لما الإنسان بيدوع الله سبحانه وتعالى وهو متصور ان هو بيعلم الله بحاجاته يعني هو بيقول لربنا عن حاجته وكأن ربنا ما يعرفش حاجته ده ممكن حد يعمل كده احنا لازم نذكره نذكر الشخص ده وهو يسمع بقلبه قوله تعالى ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير فاحنا وبندعو ربنا سبحانه وتعالى لا نعلمه بحاجاتنا واحد يقول لي أم البدع ربنا ليه انت مش بتدعي ربنا عشان تعلمه بحاجته لان هو اللي خلع حاجتك عشان كده كتير من أدعية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ليها بتبتدي اللهم إني أسألك فكلمة أسألك كلمة كأن فيها ريحة تفويض الأمر لله أفوض أمري إليك في اختيار الخير لي كأن حضرة النبي لما يقول اللهم إني أسألك هو ده المعنى أفوض أمري إليك في اختيار الخير لي وده أصل من أصول الدعاء لأننا بنطلب من الله وإحنا علمين ومتيقنين وزيك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لازم أنت تكون متيقن متيقن من إيه أن الله متلطف بك وهو أخبرك بأنه معك وأهو أعلم بي مني ولو رأى أن غير مطلبي فيه خير لي لماذا لجعله هو مطلبي ولذلك ما يختاره الله لي أحب إلي من مطلبي لذلك الدعاء بيجعل العبد من أهل الراحة لأن التفويد بيريح التفويد بيريح لما تفوض العليم الخبير الملك القهار الودود لأنك لا تفوض إلا من كان هو أولى بالأمر منك فلما تفوض مولاك ترتاح من حمل الهم فوض الأمر إلينا نحن أولى بك منك فلازم أنت بتدعو ربنا تشعر كأنك بتنزل أحمالك وتضع حاجتك بين يده سيدك مش عشان أنه لا يعلمها ولكن لتتيقظ وتتذكر أن سيدك يعلم حاجتك ولذلك بيبقى المعنى إيه؟ علمك بحالي يغنيك عن سؤالي لكن علمك بحالي لا يغنيني عن سؤالك ليه بقى؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيعلمنا إيه اللي حاصل؟ الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ينزل علينا من بركاته ورحماته كل ليلة ما لا يعلمه إلا الله ولذلك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا تبارك تعالى في السلس الأخير من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى عشان يحركنا إن إحنا نخاطبه ونذهب إليه هل لأنه بيحتاج إن إحنا نعرفه بحاجتنا؟ لا والله وكأن الله يقول لك أنا على رأسك قيوم لا أنام قم لتذوق حلاوة ماذا؟ حلاوة وصلي قم لتتعرف على كرمي فأنا لم أقف على رأسك إلا لكي أوقفك على كرمي لا على طلبي لكني أردتك أن تزوق حلاوة كرمي فأجريت عليك الحاجة لتسألني فتعرف أنني كريم لا أمسك عنك حاجة يعني إيه ده؟ ده في ناس كتير عاشوا على أنهم بيعلموا ربهم بحاجتهم وكأنه ما كانتش يعرفه وعشان كده القعدة المهمة عندنا في الدعاء إنك لا تدعو الله لكي تعلمه بحاجتك ولكن تدعوه لتذوق حلاوة أنه من عليك بالوصال لتذوق حلاوة أن الملك قد أذن لك أن تقف بين يدي وتقول لها يا أيها الملك أريد أن أجلس بين يديك وأكلمك في حاجتي بس بس يعني وعارف حكتك قبل ما تجري عليك لأنه ألا يعلم من خلقه أو اللطيف الخبير يبقى الحال الأولي أن أنت تعلم حالك هو ده اللي بيمنعك أن أنت تعيش بالدعاء الحالة التانية بقى يمكن حالة أسوأ من الأولين حال حد بيدعي ربنا كأنه بيدغط على الله أعوذ بالله أه شوف أنت قلت أعوذ بالله عندي بس أنت ما فيه ناس فكرة لإلحاح في الدعاء أن أنت بتقول له ربنا استعجل يا رب أنا والله محتاج إلا أنا بدعوك إيه ده أعوذ بالله ونزيك إيه اللي حاصل لازم تعرف إنما يستدر من البخيل والله والكريم يعني البخير هو اللي بيضغط عليه عشان يعطي وحشاه سبحانه تعالى أن يكون بخيلاً والكريم فأنت تدعو كريماً تدعوهم أنه يعطيك من خزائنه فيمين الله ملأ سحاء الليل والنهار فلزيك أنت لازم تدعو الله وأنت موقن من كرم الله اللي جعل ألسنة الخلق على كسرتها تدعوه فيعطيها ولزيك بألسن قلبك بيقول إيه الحمد لله الذي أعطاني فوق ما أريد إذ أعطاني ما يريد إيه ده؟ يبقى أنا إلحاح في الدعاء ليس إيه؟ ضغطاً على الله لك يدعوني اللي كيعطيني ليه؟ لأن الله يحب الإلحاح في الدعاء لأن الدعاء بيخلي الإنسان في حال وصل مع الله الحالة الثالثة اللي بتخلي الناس ما تعيشش لا تحيا بالدعاء حال حد بيدعو ربنا سبحانه وتعالى في وقت ما يكون محتاج لكن لما ما يكونش محتاج لا يدعو الله وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حد يشكر أن حضرة النبي كان في النعيم المقيم حضرة النبي كان قبقى وسائل كان عنده صدرة المنتهى فليه يدعو بقى حضرة النبي إذا كان الدعاء بكل ما الإنسان يكون محتاج حضرة النبي مش محتاج أليس الله بكاف عبده؟ والعبد الكامل هو حضرة النبي فهو مش محتاج فكان بيدعو ليه؟ لأنه يدعو الله عبادة حضرة النبي قال لك الدعاء والعبادة فاحنا مش بنعبد الله لما نكون محتاجين احنا بنعبد الله دائما فربنا جعل حضرة النبي أوحل حضرة النبي أنه يقول لنا أن الدعاء عبادة ليه؟ عشان نعرف أن الدعاء على طول محتاج مش محتاج لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن حضرة النبي يعلم أن الله يحب الدعاء ويحب صوت عبده المتعلق به ونزاك ستين سيد عائشة رضي الله عنها كانت تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدمها فقالت له لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لذلك فحضرت النبي يدعو لأنه عبد شكور وحضرت النبي رحمه علم الصحابة ده فكان الصحابة يدعو الله سبحانه وتعالى في الشراك النعن يعني زي عندنا كده بيدعو الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في رباط الجزمة هل ده محتاج لدعاء؟ لا بس ربنا هم عارفين أن ربنا بيحب الدعاء عشان علموا يعرفوا أن الدعاء ده للوصال فلما رأوا الجمالة في الدعاء أدمانوا الوصال فأدمانوا الجمال فبقوا يدعوا في كل شيء ولما بنعتبر أن الدعاء وظيفته تحقيق الحاجات فقط بتحصل عندنا مشكلة اسمع بقى المشكلة دي لأنها مشكلة ممكن كتير مننا يكونوا وقعين فيها أن الدعاء بيتحول عندنا إلى تكريس إدمان الحاجات إدمان أننا الحاجات أن الدعاء بيكرس فينا الفراغ والنقص والإحساس بالفقد أن حاجة تضيع مننا لكن الدعاء في حياته جاي عشان يكرس فينا الغنى بالله فأنت لم تدعو الله سبحانه وتعالى لأنك تريد أن تمتلك ولكن بتدعو الله سبحانه وتعالى وإنت عندك يقين أن الله أحنى عليك منك فترجع بالدعاء وإنت حاسس بأن أنت امتلقت بيقين بقرب من الله لكن بالدعاء بالطريقة دي ترجع وكأنك مدعيتش لأن الدعاء التجاء إلى الغني اللهم أغنينا بفضلك عمن سواك لكن أنت لما بتدعو بتلتج لحاجتك وتبتضي تدمن الحاجات حتى أقول لكم شعور أنت عارفينه حتى لو ربنا أعطاك اللي أنت كنت بتدعو به تحس كده أن الحاجة جات بردة ما حصلتش اللي أنت عايزه لأن أنت ساعتها الدعاء بتاعك ما كانش عبادة لكن الدعاء لما يكون عبادة لما تكيلك الحاجة وربنا يستجيب لك تحس بأنك أنت قلبك امتلى بهجة ونور وتعلق بالله عشان كده كتير بنلاقي نفسنا في الدعاء متعلقين بدعائنا أكتر من تعلقنا بالله إمتى تحصل الاستجابة؟ إمتى تحصل الاستجابة؟ ونسين أن احنا دعينا ربنا عشان بنعبد ربنا ونزاك من أسوأ الحاجات اللي بيعلموها للناس في الدعاء وخاصة في التدائم الكمي هو التركيز على مرادك فتنسى تنسى إيه؟ وفادتك على الله أن أنت أقبلت على الله فتنسى أنك في ضيافة مولاك وساعتها الدعاء مش هيكون بوابة كبيرة من الحياة مع الله الدعاء باب كبير ونزاك احنا سمينا النهاردة الجديس ده العايش بالدعاء الدعاء هو باب جديد عشان تحيا في حضرة مولاك الدعاء هو باب الواسع من باب فلا نحي أنه حياة طيبة ونزاك قالوا ما أحلم في الدعاء قال طلب البقاء في اللقاء أن أنت تطلب أن تبقى في دقاءك مع مولاك فليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الدعاء لنعرف أن الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاه فلما عرف أن في الدعاء لقاء أطال الدعاء ليبقى في اللقاء الله فالدعاء يكشف الغطاء لترى أنك في دوام اللقاء مع الله سبحانه وتعالى بلا خفاء هنا تحس بأهمية الدعاء وحلوة الدعاء فالدعاء رحمة الدعاء قطعة من رحمة الله بك لأن إذا كان الله سبحانه وتعالى طمئن قلوبنا وقال وفي السماء الرزقكم وما توعدون فيبقى إيه حاجتنا للدعاء إذا كان الرزق مكتوب لا حاجتنا للدعاء كبيرة قوي أن الله يريد أن يرحمك فما تحسش أنك لوحدك فتحس أن أنت لما بتدعي ربنا عندك سند وعندك حد بيسمعك وعندك حد ممكن تقوله حكتك فتشيل الهم من على قلبك فيتحاول الدعاء إلى أمان الدعاء أمان يا سادة الدعاء اطمئنان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الدعاء إذا دعان يا حلاوة الدعاء لما يكون أن أنا بدعي وأن بين إيدين مولايا اللي عارف حكتي وبيقول لي ادخل في حماية فلما أحس أني قريب من الله أحس بالإيمان والاطمئنان والسكينة والسكون الحرة الرابعة بقى اللي تخلي الناس ما تحسش بالعيش بالدعاء هو حال واحد بيدعي ربنا سبحانه وتعالى وكأنه بيستوفي حقه من الله إيه دا أنت جيب لنا خرافات الدعاء وأخطاء الدعاء والحاجات اللي احنا بتفسد علينا الدعاء من أنه يتحول إلى حياة أيوة واحد بقى يا سيدي يدعي ربنا وكأنه بيقول ربنا كده أنت كتبت علي أن أكون محتاج لكذا وكذا فلازم تديني أعوذ بالله على الطريقة دي في الدعاء وكأنه بيتعالم المعبوه أنه ليه حق على أبوه على فكرة وممكن ما يكونش ليه حق على أبوه الحق ده بس هو بتعامل مع ربنا كأنه بتعامل مع أبوه وحدث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا ندعو الله سبحانه وتعالى عبادة مش عشان إحنا مستحقين للعطاء إحنا لا نستحق إحنا عبيد يفعل الله فينا ما يريد فقال صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة الدعاء العبادة يعني إيه مش بس الدعاء العبادة يعني الدعاء زي الصلاة والصوم لكن الدعاء العبادة يعني الدعاء بوابة العبودية عايز تستشعر أن أنت عبد ونزيك في حياة اسمها التربية بالدعاء أن أنت تتربى بالدعاء على أنك أنت عبد وعشان كده تشعر أنك بتدعو الله سبحانه وتعالى مش بس عشان تستوفي حقك لا 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 أنت بتدعو الله سبحانه وتعالى لأنك عبد والعبد لا يعرف إلا سيده فأنا راح أدعو ربنا لأن أنا معرفش غيره العبد لمولاه لا يعرف إلاه أنا معرفش غيرك أنا مش بأدعو ربنا عشان أنا ليه حق عليه إن أنا بأدعو ربنا عشان هو متفضل علي فأدوق حلاوة تفضل علي الحل الخامسة وهي حل راضية مش أحسن من الأحوال الأربعة اللي فاتت واحد بيدعو ربنا وبيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى على أنه مركز على أوقات الإجابة مركز على أوقات الإجابة بمعنى إيه أنا عايز أن تهز الأكوازيون أن تهز الفرصة مش إنها أوقات افتقار وتزلل إلى الله وانكسار ومحبة ووصال لا ده هو عايز يلحق الفرصة الأكوازيون عايز يضيع فلما تضيع الفرصة يزعل قوي زي زعلوا على الفشل وزعلوا على أن الأكوازيون راح وفات عليه أنه هو التخفضات تخفضات الأسعار ويقوله أنا فشلت أن أنا أدرك وقت الإجابة وإذا كعلمونا أن كل وقت تستشعر فيه أنك في حضرة الله وينكسر قلبك ووقت إجابة ليه أنا عند المنكسرة قلوبهم عشان ما تحسش كأن العطاء مرهون بشطرتك لا لازم تعرف أن الإجابة مرهونة بفضل الله إيه ده يعني مش مرهونة كمان بتزل الله لا لا فضل الله عشان كده تلاقي ناس كتيرة لما تطلب مثلا سعف الرزق وأنه ينجو من مصيبة مثلا فيعطيه الله سبحانه وتعالى مطلب فيشوف أن العطاء ده كان بدعاءه مش بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وده أكتر شيء أنك تفرح أن دعائك هو هو اللي يجاب لك الفرج ده أكتر شيء ممكن يفسد عليك العلاقة بينك وبين ربنا ونزاك كثير من الناس بتنتكس الحالة الساتيسة وهي الحالة الراضية برضو أن حد يظن أن عشان ربنا يستجيب دعاه لازم يكون لازم فيه شروط معينة زي أنه يدعو بدعاء مثلا مأسور فلوه مش حافظ الدعاء المأسور ما ينفعش مش هيستجيب له ربنا أو يقدم بين يده الدعاء بعمل صالح معين يعني ولو ما عملش العمل الصالح المعين ده يبقى ربنا مش هيستجيب له وكأن ربنا سبحانه وتعالى اللي يعرف مفاتيح عطاء ربنا يبقى يحصر عليها لا لا ربنا بيعطي حتى لو أن قلبك هو اللي نادع على ربنا من غير كلام مش معنى كده أن أنت ما تدعوش بالدعاء المأسور ومش معنى كده أن أنت ما تعملش العمل الصالح لكن إيهها تحس أن مفتاح الدعاء في إيديك مفتاح الدعاء هو ربنا أنك ترقي بنفسك على باب مولاك مفتاح الصريحة والأدب أن أقدم الوصل بين يدي الله سبحانه وتعالى لكن مش معنى كده أن أنا بشتري الوصل بالعمل الصالح الوصل ده مننا من الله والعطاء ده مننا من الله إحنا ما ندفعش تمن حاجة يا سادة إحنا كل اللي إحنا عايشين فيه فضل من الله ومننا من الله وزيك اللي عملوا التدين الكمي كان شئ عبسي في مفهوم الدعاء لأنه أراد أنه هو يعطي الناس معنى كده أشبه بسقوق والغفران ويعمل متلازمة عند الناس وزيك عمل كتير عند كتير من الناس إحباط وعمل كتير من الناس إحساس بالزعل وإحساس بالغضب وإحساس بالزهق من الدعاء لما قاله أن أنت لما تدعو بالدعاء المأسور لازم ربنا يستجب لك يعطيك الحاجة اللي أنت عايزة وما أن ربنا هيستجب له فيما يريد لا فيما هيستجب له فيما أراء فيما اختار الله الله لا فيما اختاره هو وفي الوقت الذي أراده الله لا في الوقت الذي أراده هو ويستقيب له على وسع الحياة لكن الحكاية اللي هو عملها له ده أن أنت بدل دعاءك بالدعاء ده لازم ربنا يحقق لك أملك فأسوأ ما في التدايون الكم من النواية يخليك حسس أن أنت محتاج أن تأخذ شوية إجراءات عشان تدعو ربنا وده مش حقيقي أنت محتاج أن تأخذ قلبك على الله محتاج أن أنت تقف على باب الله وأنك تعرف أن أنت بتناجي مولاك وإن زيك ربنا قاله وقار ربكم لازم تعرف أن أنت راح تدعو ربك وقال ربكم دعوني لازم أنت بتدعو تعرف أن أنت بتدعو ربنا وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي يبقى أول حاجة الشرط أن أنت تروح عبد وإذاك أنت لما بتعمل العمل الصالح بتعمل العمل الصالح عشان تصير في قلبك العبودية عشان مش تقدم إيه اللي حصل إيه وعيكون عملك الصالح وإنت بتقدمه ربنا دعربون عشان يستجيب لدعاك أنت بتروح تعبد ربنا عشان تقوله عبدك محتاج إليك ليس له إلا أنت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالدعاء هو اللي بيدخلك على حضرة مولاك بلا بواب ولا عتاب لأنك أتيت للوهاب بثوب الفقراء الذين لا يعرفون إلا التساق قلوبهم بالأعتاب هو ده وإذاك أهم الإجراءات اللي أنت لازم تعملها عشان تجدد في نفسك هذه المعاني عندما تقبل على الدعاء لازم يبقى عندك أوقات تعرف تعرف فيها في الملع الأعلى وتعرف فيها ربنا فيبقى عندك أوقات خاصة ليك أنت ولابد أن أنت تعملها دي وتفتت بها أوقات الغفلة وتفتت فيها أوقات الزهو تعود فيها بالدعاء إلى الله فالملع الأعلى يعرفك ذلك الذي فتت زهو وفخره بانكساره لله بالدعاء ذلك الذي أقر باحتياجه إلى الله بغير أي استحقاق على مولاه الأوقات دي لازم تروح والأوقات دي تكون معروف فيها في الملع الأعلى تاني حاجة اختر سبعة كل أسبوع من القلوب اللي محتاجة أنك تدعيلها ودعيلها بظاهر الغيب كل يوم فيما روي عن أحد الصحابة أنه كان بيدعو لسبعين من إخوانه من الصحابة في سجودي فياريت تعمل كده حاجة التالتة اللي أنت لازم تعملها عشان تجدد حلاوة الدعاء عندك أن أنت تدعى على طول كل ما تفتكر كل ما تقول يا الله تقول يا كريم أكرمني يا رب العالمين ادعى على طول أنت وبتودع الناس دعيلهم احنا كنا زمان كده لما نقابل حد ونيجي نسلم عنه نقوله في أمان الله دعاء ندعى على طول ربنا يكرمك ربنا يفتح عليك الله ينور بصرتك الدعاء كتر من الدعاء أكثروا من الدعاء لأن الدعاء ذكر وربنا أمرنا بأن نذكره ذكرا كثيرا فأكثروا من الدعاء كل ما تكتروا من الدعاء كل ما تحسوا أن قلوبكم بترق كل ما تحسوا أن أنتم عندكم وصل عارف قلبك بقى رأي إيه عشان وصلك بمولاك يا رب علمنا حسن الأدب معك في الدعاء وعننا دائما من أهل الرجاء ولا تمنع عنا أبدا مفتاحا فتحت لنا به أبواب اللقاء بل أبواب البقاء في اللقاء وسميته لنا الدعاء اللهم لا تخطعنا عنك بقاطع ولا تمنعنا عنك بمانع واجعل قلوبنا معلقة بالدعاء لكي يصبح الدعاء حياة لنا ولقلوبنا في حضرة الحي الملك العفو الكريم يا كريم أكرمنا بدوام الدعاء ودوام اليقين من حسن معاملتك لنا وكرمك الذي به تغمرنا يا كريم يا ودود يا رب العالمي فاصل يا سادة ونرجع لحضراتكم مع أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج والتعسيرو عشان نقرأها ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج والتعسيرو اللي تلقينا عليها أسئلتكم المباركة وبنخصص لها الوقت ده عشان نجاوب عليها على أسئلتكم المباركة وأول سؤال وصلنا سؤال بيقول السلام عليكم أنا والدتي متوفية أثناء ولادتها لي يعني والدته توفت وهو وهي بتخلفه وبعد 34 سنة والدها مات الله يرحمهم جميعا وخالي عمل إعلان وراثة إعلان وراثة وطلع لي نصيب أمي كما لو كانت على قيد الحياة بوصية واجبة بس خالي مش معترف بيها وبيقول إن ليه ثلث مراس والدتي فهل أستحق الورث كامل أم الثلث طيب هو يبدو إن الكلام ده فيه شوية أخطاء ليه أول حاجة إحنا عندنا حاجة اسمها الوصية الواجبة الوصية الواجبة هذه هي وصية وليست مراس ولكن وصية واجبة يعني إيه وصية الواجبة وصية الواجبة ملحقة زي بقيت الوصية بالمراس ليه اسمها الوصية الواجبة إن احنا أقمنا الدعية الحاملة من الشفقة على الأحفاد لدى المورث مقام إنه أوصى وليه واجبة لتمام الشفقة على الأولاد وليه وصية واجبة عشان نفرق ما بينها وبين الوصية الاختيارية إن اللي واحد بيكتبها بإرادته وبيخليها عشان تنفس بعد كده وإحنا خلاص استقارت الفتوى وكمان التشريع المصري بالعمل بالوصية الواجبة والوصية الواجبة هناك أدلة كثيرة على مسألة وجود الوصية الواجبة الوصية الواجبة الاختيار فيها إن أبناء الفرع الوارث اللي هو الأحفاد يعني اللي مات في حياة المورث يعني الأب اللي مات في حياة الجد وبعد كده الجد مات بعد وفاة الأب أو وفاة البنت يحصل إيه بقى؟ يحصل الأحفاد أو الحفيد على نصيب الأصل الفرع الوارث أو السلسة أيهما أقل سلسة إيه؟ سلسة تاركة أو نصيب مين؟ نصيب الوارث ده لو كان حيا طيب يبقى دوات الموجود إما التلت أو نصيب الوارث لو كان بيساوي التلت أو أقل من التلت تمام؟ خلاص كده؟ خلاص كده فلذلك المسألة اللي عندنا دي أنا معرفش الوارثة إيه؟ عشان أقول والدة حضرتك كانت أتأخذ التلت أو أكتر من التلت أو أقل من التلت لكن على كل حال إحنا الوصية الواجبة مش هتتجاوز السلس على كل حال الوصية الواجبة لأنت تتجاوز لإيه؟ السلس فخلينا أقول لك كده يبقى الوصية الواجبة سواء كان نصيب والدتك أكتر من التلت أو بيساوي التلت فأنت هتأخذ التلت طيب يبقى ايزا هو ده الحكم الشرعي فانا عايزك تراجع اعلان الراسة لازم تراجعه تراجعه ليه؟ لانه واضح ان الكلام اللي حديك بتقوله انه هو اعلان الراسة تدقىك النصيب والدتك وهو اكتر من التلت ده مش هيكون صحيح فعليك تراجع ده يبقى احنا لازم نراجع المسألة دي لانه هو ده المهم فيه هذه المسألة يبقى الوصية الواجبة بناخد نصيب الفرع الوارث يعني فرع الفرع ابن الفرع الوارث بياخد ايه ابنة وبنة بياخد نصيب الفرع الوارث اللي هو الابن للجد يبقى بياخد ايه يبقى عندنا جد واب اللي هو الفرع الوارث اسمه كده في المواريس الفرع الوارث وبعدين الحفيد اللي هو ابن الفرع الوارث بياخد ايه بقى ابن الفرع الوارث ايه في الوصية الواجبة الثلث او نصيب الفرع الوارث ايهما اقل ايهما ايه اقل فلازم احنا نراجع ده عشان نشوف الفرع الوارث كان ياخد كام ونشوف لو كان هو اكتب من التلت يعني ناخد التلت السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت انا عندي وسواس قهري في الدين وبدعالج خايفة من حساب ربنا واضح ان السؤال ده ده سؤال امرأة وهي دايما ان الوسواس القهري ده ممكن يصل بالانسان الى حد جلد الذات ان حد يقعد يجلد نفسه يجلد نفسه يجلد نفسه ومن اكتر الحاجات اللي بيجلد فيها ان الانسان نفسه التعامل مع الدين فمسلا على سبيل المثال ييجي مثلا ان هو عمل معصية فيفضل متوسوس فان الوسواس يعمل ايه بقى يروح ويخليه يفضل يتوضى مثلا ساعة او ساعة ونص او تفضل تختسل مثلا ساعتين تلاتة تفضل في الحمام ساعتين تلاتة عشان تختسل او الانسان يفضل عنده وسواس ان هو بيقول كلام مش كويس عن ربنا ويحس ان هو الافكار دي هتخليه يخرج من الدين او ان الافكار دي هتخليه يحس ان ايمانه ضاع ده بيحصل يا بيحصل كتير اوي طب الشخص ده ماله الشخص ده هتمعلوش حاجة لان الوسواس ده تسموه يا سيدي الوسواس القاهري وحضر القاهري يعني ايه بيقهر ارادة الانسان يبقى هو مش عايز يفكر في الافكار دي الافكار دي تجيله غزبا عنه طب بتجيله ليه لان فيه في عقل الانسان بعض المواد لما بتكون بشكل متزن بتخلي الفكرة تيجي عند حد معين وتقف لما يحصل اضطراب في هذه المواد في عقل الانسان تفضل الفكرة دي تلف 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 متوقفش ويفضل بعد كده الفكرة دي مش بس تلف تلف وتتسع فيحصل هناك الوسواس القاهري يفضل يستمر ويتسع 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 لغاية ما يلتهم حياة الانسان كلها وافكاره كلها هنا بقى يظهر بقى رحمة حضرة النبي اللي ربنا اكرمنا به اخر كرم لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فده اسواس اسمه اسواس ايه طهري يعني الانسان مكروه عليه او ان هو في بقى في رواية تانية في الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما حدست به نفسها يبقى ايه اللي حاصل لو ما كانش ده من باب القاهر فهو من باب ايه حديث النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتجاوز عنه يبقى في كلا الحالتين الوسواس القاهري ده مش ما تخفيش منه ان هو ربنا يحاسبك عليه خالص لكن الوجب عليك ان انت تروحي تتعلجي مع الاطباء عشان نتخلص من الوسواس القاهري ده عندنا ثلاث حاجات ناخد الادواء بتاعتنا في موعدها وبشكل منتظم الحاجة التانية كمان محتاجين ان احنا نذكر الله سبحانه وتعالى ومحتاجين نغير بلنامج حياتنا لو عملنا ده هنتعالج ويبقى حالنا احسن مع التعامل مع الوسواس القاهري يبقى ثلاث حاجات اولا نتعملهم عشان نتعالج الوسواس القاهري اول حاجة ببساطة خالص نخرج من الوسواس القاهري ده ولا نلتفت اليه ولا نقف معه ولا نعض نقشه خالص ولا كنه موجود تاني حاجة الزكر تانية حاجة ان انا غير بلنامج حياتي عشان ما يبقاش الوسواس القاهري عنده بيئة خصبة يفضل يأكل في نفسي من هذا الوسواس نعم لكن انت هتحاسبي على ده ان شاء الله لا ان شاء الله مش هتحاسبي على الاشياء التي تكون تحت طائلة الوسواس القاهري اما لان دوت قاه فانت حصل اكراه عليه او لان هذا الوسواس شيء من شكل من اشكال حديث النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى رفع اسمه عن الانسان السؤال بعد كده بيقول ايه من فضل حضرتك يا فضلت الامام انا دكتورة وبشتغل وكل ما يتقدم لي يتقدم لخطبتي شخص يوهمني الشخص نفسه بان عمل المرأة حرام لا حول القطب وان الاولى بالمرأة بها بيتها وزوجها مع العلم اني تعبتك كتير قوي علشان اوصل لمنصبي انا عاوز اعرف هل عمل المرأة بشكل عام في الاسلام والشرع حرام انا ساعات ببقى مشتتة جدا فقررت اني مش هتجوز خالص فهل قراري ده صحيح ولا اتحاسب عليه وشكرا لحضرتك السؤال ده بقى فيه شقين مهمين جدا الشق اللي جواب على السؤال وشق التاني هي مسألة قرار عدم الجواز عشان السبب اللي بيحصل ده ان فيه كل وما ييجي حد عريس عايز يقناعها بان هي ما تشتغلش اول حاجة ايه الحكم الشرع للعمل لعمل المرأة حكم الشرع لعمل المرأة انه هو جائز جائز ليه لان الاصل ان كل نصوص التكسب وكل نصوص العمل جاءت مطلقة مش مقيدة وجاءت عامة مش خاصة اذا فالمرأة يجوز لها ان تعمل ومحدش قال بما ان محدش قال واجب على كل النساء يتزوجن فما ينفعش ان حد يقولهم بدل انت الواجب عليكم انت تزوجن يبقى العمل اهم من الجواز لا خالص وبعدين الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر انه انسى وهو مؤمن فلنحيانا وحياة طيبة والعمل الصالح نعم العمل الصالح يعني الطاعة والعمل طاعة والعمل طاعة والله سبحانه وتعالى قال وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون كل الاحاديث وكل الايات التي تكلمت عن العمل الا حاصل ليس في من يمنع عمل مرء بل يحفز الى العمل مطلقا وبشكل عام امر الثاني ان التطليق العملي في حياة الصحابة التطليق العملي في حياة الصحابة وفي حياة حضرة النبي في حياة حضرة النبي وفي حياة الصحابة كان فيها ان المرأة تعمل فالسيدة خديجة كانت تعمل وتزواجة رسول الله ويتعمل وباقيت مع رسول الله ويتعمل بل اني خطبتها لرسول الله تمت من خلال العمل عندما رسلت له ميسرة لحضرة النبي صلى الله عليه وآله السلم السيدة خديجة عليه السلام اذا فالعمل ما له السيدي فالعمل جائز السيدة اسمها كانت تعمل اخت السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنت ابي بكر الصديق السيدات كانوا يعمل زينا زوجة سيدنا عائد الله بن سعود كانت تعمل كل النساء كانوا بيعملوا نعم بعض يعني النساء مباح له ان يعملنا في حياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض النساء كانوا يعمل يعني كل النساء كانوا مباح له ان يعمل فترك العمل ده اختيار ترك المرأة للعمل ده اختيار وتفضيل اما مسألة الاحسن ان المرأة تبقى في بيتها ولا تتزوج ده امر بيرجع الى ايه الى الاحتياج مش امر واجب على المرأة افرد حاجتها يجعلها تعمل وان لا تستطيع ان تقضي حاجتها وحاجة اولادها الا بالعمل يبقى المسألة مسألة مسألة ترجع الى الاحتياج ومسألة مسألة ان العمل اصل العمل اصل عمل المرأة ده جائز وليس فيه ما يمنع ابدا وده الذي جرت عليه الفتوى والذي يتناسب مع احكام العمل الشريعة فلزاك ما حد يقنع التاني ان الاصل في عمل المرأة هو الحرام لا الاصل في عمل المرأة ان هو جائز لانها انسان مكلف يجوز له ان يتكسب ما يسد بي حاجته التفضيل بقى ما بين عمل المرأة وبيتها او ان هي مفروض تكون اذا كان لها زوج ويكفيها عليها ان تبقى في بيتها لكفاية زوجها لها دي مسألة تانية لكن محد شيء يقنع امرأة بان هي واجب عليها ان هي تترك العمل لان عمل المرأة حرام هذا افتيات على الدين وهذا القول في حد ذاته حرام لان الله سبحانه تعالى قال وَلَا تَقُلُوا لِمَا تَصْفَ الْسِنَةُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَلُ وَهَذَا حَرَمُ لِتَفْتَرُوا على الله الكذب هذا افتراء على الله فعشان كده نتقل الله سبحانه تعالى واللي عايز يتزوج يتزوج يتفاوض على تفضيلاته في الجواز مش لازم ان هو يجعل ده من الدين عشان يقنع المرأة التي يريد ان يتزوجها ان هي تترك العمل لان دوت شايف افضل ليهم في حياتهم الزوجية لا يا سيد يقنعها لكن ما تقولهاش ان دوت حرام يا سادة ان النهاردة تكلمنا بكل وضوح عن مسألة مهمة جدا 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 في حياتنا وهو الجليس المهم وهو العيش بالدعاء ازاي يتحول الدعاء الى حياة ازاي يتحول الدعاء الى عيش ازاي يتحول الدعاء الى حياة مكتملة لنا مع الله الحياة الحقيقية ان انت تبقى في حضرة مولاك ولم ارى بابا واسعا لكي تعيش مع مولاك مثل باب الدعاء ولذلك هذا الباب اللي بدخلك على العبودية لله حضرة النبي سماه عبادة فالدعاء عبادة لانه يدخلك على حضرة مولاك وانت تلبس اثواب العبودية يا رب اجعلنا ممن يعيشنا بحلاوة الدعاء واجعلنا نرى نعيم ودك واصلك ونحن متزللين منكسرين بين يديك داعينا ان تجعلنا على الدوام من عبادك الذين ادخلتهم في انواري اليس الله بكاف عبده